بعد تعديلات جوهرية كثيرة وافقت روسيا والصين على بيان أصدره مجلس الأمن الدولي يدعو لعملية سياسية سورية جامعة لحل سياسي في سوريا ويدعم البيان الرئاسي مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان ويدعو إلى وقف نار فعال وعاجل وتسهيل إيصال المساعدات ابتداء بهدنة ساعتين يوميا والإفراج السريع عن الموقفين السلميين البيان الرئاسي يعرب عن القلق لعدد الضحايا بالألاف في سوريا دون إلقاء المسؤوليات على هذا الطرف أو ذاك وتفادت اللغة المستخدمة اعتبار أنان مبعوثا لجامعة الدول العربية نزولا عند رغبة الحكومة السورية في المستقبل القريب نتمنى على أن باقي مكونات القرارات العربية تأخذ بعين الاعتبار لأن أولا وأخيرا سيد كوفي أنان هو مبعوث مشترك ليس فقط للأمم المتحدة ولكن كذلك للجامعة العربية ومرجعيته هي القرار الجامعية العامة للأمم المتحدة روسيا شددت على دعم مهمة أنان وأكدت أن فريقه الفني يجري مشاورات جيدة مع السلطات السورية لكن المعارضة ليست مهتمة بالحوار سحبت الدول الغربية من البيان مهلة السبعة أيام التي كانت وضعتها في المسودة الأولى لمراقبة تطبيق الحكومة السورية لمقترحات أنان وترك الأمر لتقارير أنان ومشاورات المجلس بعد أكثر من عام على تفجر الأزمة السورية لم يستطع مجلس الأمن الدولي سوى الاتفاق على هذا البيان الرسمي الوحيد فالبيان السابق كان مجرد بيان صحفي ليس له أي قيمة رسمية أما هذا البيان فهو توافقي بالتمام نزار عبود العالم الأمم المتحدة نيويورك